اشتركوا في القناة لمعات الذهب في يوم العيد لها رونق خاص لدى المرأة البحرينية والتي تحرص على التزيين بهذه القطع الفنية المتميزة لتكمل أناقتها في يوم العيد لا سيما قطع الذهب ذات الصياغات التراثية الممزوجة بالتصاميم الحديثة صار التوجه بشكل عام في المناسبات بدل أخذهم للإكسزوريس يأخذون الذهب البحرين المجوهرات والذهب البحريني أنه لا زال محافظ على دقاته القديمة بل حتى دول الخليج الزباين في دول الخليج يعتبرون البحرين مقصد لهم في شراء الذهب البحريني أن الذهب بشكل واضح أنه يحافظ على قيمته وهم البنات اليوم صار عندهم وعي أكثر في شراء الذهب اليوم البنت لما عمرها 15-17 سنة تشتري لها ذهب معين وبجيب تبيعها وعمرها مثلا عقب 5-6 سنات يحفظ إلى قيمته تصاميم متميزة ولافتة يتمتع بها الذهب البحريني خصوصا تلك النماذج التي تعود بهم إلى زمن الجداد فتتزين الفتيات بالذهب بل وتحرص على اقتناء تصاميم ذات صبغات تراثية على اعتبار أنها قطع فنية جميلة ومبهرة ولا تتغير مهما مر عليها الزمن نتركز على الأشياء التراثية والأشياء الشعبية يعني ونكون ما نطلع يعني عن هالأشياء نكون علاقاتنا مو خرج المألوف فاحنا هالأشياء مثلا الشعبية والتراثية هي تراث البحرين وهي يعني الأشياء اللي حتى من الخليج يتعنون يعني من الكويت، أمان، قطر، السعودية فيجون عندنا حق البحرين لنكشاتنا المميزة ديزاعنا نفس أول شعبي أنزان يكون فيه قبال أزيد لأن الدهب الحين بالعكس يعني ياخدونهم وما ياخدون الدهب الحين بس الدهب الأول يذكرهم بمهاتهم ومذكرهم بأيام قبل أنزان فيكون عليه قبال أزيد يعني يجون يفضلون أزيد من الدهب الجديد الحين يقولون الدهب الجديد يكون خفيف وشكله عادي يعني رقيق واجد وصعره أزيد فهم يتجهون على الدقات القبلية أحسن الدهب البحريني ببريقه الأخاذ وروعة صياغته كان ولا زال محط أنظار العالم لما يتميز به من جودة في الصياغة وروعة في التصميم لذلك تفضل النساء في البحرين اقتناؤه والتزين به في مختلف المناسبات لتكون لهم طلة خاصة في أيام العيد تصاميم بحرينية متميزة يغلب عليها الطابع التراثي البحريني تمت صياغتها بأسلوب لافت من قبل صناع الذهب في البحرين بدقة عالية لتبرز من خلالها روعة وبريق الذهب البحريني وذلك بما يرتقي إلى ذوق النساء في الوقت الحالي خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين